بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يثقل به موازيننا يوم أن نلقاه هذه الحياة التي نعيش فيها هل يظن الواحد منا أنها ستدوم له ضحكاته هل يتصور أنها لن تتعكر نعيمه الذي يعيش فيه أولاده زوجته بيته سيارته صحته كلامه مشيه كل النعم التي يراها من حوله هل يظن العبد منا أنها ستدوم ولن تنقص بل لن يزول بعضها أصلا من ظن هذا الظن هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن سأت أزمان ابن عباس رضي الله عنهما كان في سفر فجاءه النبأ يا عبد الله يا ابن عباس قال ما الخبر وكان في طريقه في السفر قالوا له ابنك قال ما باله قالوا قبضه الله عز وجل احتسبه يا ابن عباس فما قال ولا زاد إلا أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم كبر فصلى ركعتين ثم لما انتهى قال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الابن صعب قد يفقد الإنسان أشياء كثيرة في هذه الدنيا لكن الابن فليذة الكبد من فقد ابنه كأنه فقد الدنيا بأجمعها العادة أن الأب والأم يموتون قبل الأبناء لكن قليل ونادرا ما يموت الأبناء قبل الآباء والأمهات وهنا يصعب الخطب ويجل على الوالدين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مات ابن لامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلست عند قبره تبكي عليه بكاء شديدا وترفع صوتها فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أمت الله اتق الله واصبري اصبري خلاص يعني البكاء والصياح والعويل لن يرد الابن قال اتق الله واصبري من شدة هول الصدمة ما دارت أن هذا الرسول قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي فذهب النبي ودخل بيته قالوا لها ماذا قلت أتعلمين من هذا قالت من أنا كلمت من قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم خافت المرأة أنها رفعت صوتها على رسول الله فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين ما عنده حجاب ويمنعون أحد يدخل عليه فدخلت إليه فقالت يا رسول الله والله لم أكن أعلم أنك أنت يا رسول الله قال يا عامة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله اللي عنده يقين أن في يوم آخر في شيء اسم جنة ونار في حياة أبدية الحياة الدنيا ولا شيء اللي عنده هذا اليقين يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه رجل من الصالحين وكان شاعرا توفي له ابن فقال في ابنه شعر قال حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يسلي نفسه بهذه الأبيات يعني أنا في الدنيا مع الأعداء لكن ابني وين راح راح أقرب العالمين شوفوا شون يصبر الإنسان نفسه بعد زمن توفي هذا الرجل فرأاه أحد أصحابه في المنام قال له يا فلان ما فعل الله بك الله سوا فيك قال غفر الله لي وأدخلني الجنة قال وبما ليش قال ببيت قلته في حياتي كان شاعر طول عمرك والأشعار لكن هذا البيت بسببه غفر الله له قال وأي بيت قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فقدت أما فقدت أبا فقدت زوجة فقدت زوجا فقدت أحد أولادك فقدت أموالك كلها فقدت صحتك احنا هذا الكلام نظري لكن الوقت لما يكون شيء عملي من من يصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى تخيل جسمك سليم عندك خطط في الحياة عندك أحلام وآمال سفر دراسة زواج بيت أشياء أحلام عيالك صغار تتمنى تكبر وتزوجهم وتسكنهم وتعيشهم أحلى حياة أحلام جميلة فجأة وصبت بوعكة صداع ألم في البطن أي شيء تخيل ذهبت إلى الطبيب الطبيب تغير وجهه قال لك راح نعمل تحاليل أخرى تسأله ليش يا دكتور أنا ما فيني شيء صداع عادي ألم عادي يعني مسكن وأمشي معلم معلم اصبر شوي ويانا الطبيب جاي قال لازم ندخلك عندنا فحوصات أخرى ليش قول يا طبيب الطبيب مراضي يرد في الأخير بدأت الصدمة قال التحاليل كلها تثبت أن هذا المرض قد انتشر في جسمك وأنه لا علاج أبدا تخيل الدنيا تظلم أمامك فجأة تتذكر ماذا ضحكة البنت صح تتذكر شنو ولدك اللي توه بدأ يمشي صح تتذكر من زوجتك التي يمكن جاءت معك للطبيب صح تتذكر من أمك العجوز التي لن تتحمل الخبر صح أول ما تسمع الكلمة قل مباشرة إنا لله أنا لله ليش دعلم صحتك لله مولك أنت فلوسك مولك أولادك ليسوا لك إنا لله وإنا إليه راجع ترجمة نانسي قنقر